اشتركوا في القناة كيف تقيم اداء وتجربة الاخوان المسلمين في الربيع العربي من بداية الى اليوم اول شيء شكرا لك على الفرصة الممتازة وانهنيك على برنامجك اللي ما شاء الله بداية التألق وصار حديث الناس يعني هو التجربة ليست فقط الاخوان المسلمين وانما تجربة الثورات العربية بشكل عام طبعا اول شيء انا احب اقولها ان في ناس الى الان قاعد يتكلمون ان ليش صارت الثورات يا اخي خلاص صارت الثورات انتهت يعني تعاملوا مع الواقع تعاملوا مع المستقبل انا شخصيا كنت اتمنى ان الاسلاميين بالذات ما يتولوا في الفترة الاولى بعد الثورات بشكل عام اخوان المسلمين او غير الاخوان المسلمين لان التركة ثقيلة جدا وهم ما عندهم تجربة يعني خارجين من سجون خارجين من ضغوط فاذا اجتمع الامرين تركة ثقيلة وما فيه تجربة حيكون الاداء بالتأكيد فيه ضعف وهذا الذي تبين ولازم نشهد بهذا لكن في نفس الوقت هم بشكل عام معذورين نشهد بفشل الاداء بضعف لانهم حققوا نجاحات الحقيقة الكبيرة لما تتكلم عن التجربة التركية مثلا في صراعها مع العلمانية التجربة التركية اخذت عشرين سنة حتى يتخلصوا من حكم العسكر التجربة التركية اخذت اكثر من عشرين سنة حتى يقروا دستور جديد مثلا اخذوا ايضا اكثر من عشر سنين الى ان اطمأنوا ان انتخابات نزيهة مثلا هذه كلها اشياء تحققت في الربيع العربي الفشل وين جاء او الضعف جاء من في تحليلي من مفاصل الدولة قضية ما يصطلح عليه باخونة الدولة لابد ان تمسك المفاصل حتى تستطيع لا ما تكلم عن اخونة الدولة ولا علمنة الدولة هو في مبادئ رئيسية في الحكم مبدأ رئيسي احنا في علم الادارة نسميه الانسجام معذرة من الافضل ان البرلمانات تكون مشتركة مختلطة ليست جهة واحدة نسميها احنا عدم انسجام هارمني والسبب ان مطلوب تمحيص الرأي لكن الطبيعي ان الحكومات تكون منسجمة لان مطلوب تنفيذ الان خذ الغرب التجربة الديمقراطية اخذت على فكرة اكثر من 200 سنة الان استقرت في الغرب يعني امريكا الى 1920 المرأة لا تنتخذ الى 1940 كانت هناك تزوير في انتخابات الامريكة بعد هذه السنين الطويلة كلها مع ذلك استقرت لكن استقرت اخذت وقت طويل الان في امريكا في اوروبا في اي بلد وهذا معروف اذا صارت انتخابات من الذي يشكل الحكومة الحزب الحاكم طبيعي الان الناس تريد حزب يدخل الاخرين معه طب كيف سيتم التنفيذ طبيعي ان يكون البرلمان هناك تبدأ الاراء لكن الحكومة يعني الجهة المشرعة مختلفة والجهة المنفذة هذا الباء لدارة على فكرة يعني احنا ندرس هذا انا درسه من نحاك يعني حكومة الاعتلاف الوطني تخالف المبادئ لدارة طبعا لانه اي هزة يهتز الحكومة تسقط وهذا رأيناها عدة مرات مثال ايطاليا هو اكثر مثال حكومات ما في جهة ما في جهة حصلت على اغلبية فتشكل اعتلاف يشكلون اربع خمس حكومات كانوا في سنة واحدة بسبب عدم استقرار طب تقول لي والله ايطاليا متخلفة لا هي 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 الباء لادارة فالحكومة الافضل ان تكون منسجمة بينما البرلمان احنا نقول التشريع والتغيير والتخطيط يراد فيه تمحيص الاراء وبالتالي الافضل يكون غير منسجمة بينما التنفيذ الافضل فيه يكون منسجمة البعض متشائم يقول لك انه العرب لا يتقنون اللغة التركية في التنمية وبالتالي لن ينجح الاخوان المسلمون العرب مثل ما نجح والله يعني احنا يعني العفو يعني اليوم احنا نشوف تجارب متميزة جدا قاعدة تحدث في التنمية يعني انا اتابع قضايا التنمية والتنافسية العالمية قطر الان هي الاولى في العالم العربي والاسلامي ترتيبها 14 على مستوى العالم ماليزيا 24 تركيا وعد 60 على فكرة سعودية قفزت قفزة نوعية في السنين الاخيرة كانت ترتيبها في الستينات قفزت الان وصلت الى 17 يعني الان في التنمية في التنمية احنا افضل من تركيا او طبعا سعودية وقطر افضل من تركيا في تقدمهم في السرعة طبعا الامارات في البنية التحتية ترتيبها الثالثة على مستوى العالم على مستوى العالم كله وليس على مستوى العالم العربي من الذي يقول نحن لا نتقن لغة التنمية هي هي يعني النظرة التشاؤمية هذه التي ننظرها لانفسنا وجلد الذات يجب ان يتغير احنا لما ننتقد ننتقد مواقف لكن من الخطأ ان نلبس نظارة سودة كل شيء سيء وكذلك ايضا من الخطأ ان نلبس نظارة صفراء احنا نسميها كل شيء مشرق هي توازن قضية التجربة الاسلامية اللي صارت في ايران يعني الثورة الخمينية او التجربة الايرانية هل ستكون ملهمة للاسلاميين في دول الربيع العربي طبعا يعني لو كانت ستكون ملهمة التورة الايرانية سنة 79 انا على الفكرة في ذلك الوقت كتبت بحث عنها وفي تفصيل يعني لو من 79 ما تأتي ثمارها الا 2011 بالتأكيد اذا ما كان لها اثر مباشر ايضا التجربة الايرانية الحقيقة تجربة سيئة ليست تجربة جيدة يعني ليست مثالا يحتذا به اولا هي عنصرية طائفية بشكل كبير ضد السنة داخل ايران وضد السنة خارج ايران ودعم لكل الطائفية في العالم العربي واليوم نشوف دعمها يعني باسم الاسلام دعمها لنظام ديكتاتوري طاغية مثل نظام بشار يعني اين الاسلام في هذه المعادلة فهذا شيء ايضا تدخلها في دول الخليج بشكل واضح هذا ايضا تدخل سيء جدا كاعد يوتر العلاقات بعدين نسبة الفقر في ايران اكثر من 40% ايران متقدمة فقط في جانب واحد وهو السلاح اي شيء ذالي ما فيه تقدم حقيقي فالتجربة الايرانية تجربة من الناحية الفكرية تجربة ليست جيدة لانها طائفية ومنغلقة وتعتمد على المرجعية ويعني حتى مع الشيعة نفسهم ما فيه طائفية مما بالك مع السنة ومن ناحية التنمية قلت لك الارقام لا تتوقع انه يكون هناك تحالف لا 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 بين المشروع الايراني وبين مشروع مثلا اخوان المسلمين يعني اذا تكلمنا عن الاخوان المسلمين الاخوان المسلمين فكر سني قح على فكرة يعني وتجاه عقائدي سلفي يعني في شكل كبير لن يتوافق مع التجربة الايرانية الكثيرون يتداولون كتاب سر المعبد لثروة الخرباوي يتكلم يعني في اجزاء كثيرة منه انا اريد ان اركز على نقطة يتكلم هو عن الدكتاتورية داخل جماعة والتطرف داخل جماعة هل هذا الكلام الذي يقوله الخرباوي سينعكس على المشهد السياسي بحيث ان يكون عندنا صيغة استبدادية بصبغة اسلامية يعني هذا تسأل فيه الاخوان المصريين انا لست ناطغا رسميا لا لا اتكلم على قضية المدرسة الاسلامية التي تعودت على هذا النمط من التربية يعني انا اشوف انا قلت كلمة في بداية الثورات العربية واو كررها الان انا انسان اعشق الحرية وارفض الاستبداد سواء جاء من طاغية او جاء من شخص اسلامي ووالله لو الاخوان مسلمين او غيرهم يمارسوا استبداد انا ايضا سادعم اي ثورة تقوم ضدهم لان احنا ضد الاستبداد طبعا انا رأيت اشكال الغرور لم ارى غرورا مثل غرور المتدين لما يحس انه يعني صار يتكلم بسم الله يعني هذا اكبر مصيبة يعني فلا انا اولا لا اخشى هذه التجربة الشيء الثاني ان الناصر عندها وعي والوعي هذا امتد بالشباب بما فيهم شباب الاسلاميين وانا محتكل الحمد لله بالشباب بشكل كبير فلن يعني لن يعود الاستبداد ولن يقبل الاستبداد هو المشكلة فيك يعني يظل انه قضية التنمية هو هاجس يعني قبل فترة استضفت على كرسيك دكتور عبدالله بن فيسيك قال انه الاسلاميين يملكون سلاح جيد للمدفعية فهم قادرين على الهدم بشكل جيد ولكنهم ليسوا قادرين على البناء هذه ازمة والله شوف يعني الاسلاميين هم جزء من المجتمع الاسلاميين فيهم الفكرة متطرف واللي فيهم فكرة لبرالي متوسع الاسلاميين فيهم الذين درسوا في اعلى جامعات الغرب وفيهم الذين ليس عندهم تعليم يعني الاسلاميين في النهاية ليسوا يعني جاءوا من المريخ هم جزء من العكاس المجتمع أنا أعتقد أنه المبالغة في أنهم يملكوا مدفعية سواء حقيقية ولا فكرية أنا أعتقد أن هذه المبالغات هذه قد تنطبق على فكرة القاعدة والإسلاميين اليوم على فكرة بشكل واضح نحن ضد فكرة القاعدة وضد الإرهاب وضد العنف لا لا هو يقع عشان بس ما أنقل عنه غلط هو يقصد أنه هم قادرين على إسقاط النظام على الخدق وليس البناء إسقاط النظام وليس فلك القرآن صنع مني عالم فلك واليوم أعيش مع فلك القرآن ليبقى النور في أمتنا شاركنا سداد دين وقف المدارس النسائية بإرسال الرقم واحد إلى الرقم خمسين تسعين للتبرع بإثني عشر ريال شهريا أو أرسل رسالة فارغة للتبرع بعشر ريالات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض ترجمة نانسي قنقر حياكم الله اسمكم مرحب بضيفي الدكتور طارق سويدان دكتور أريد أن أسألك عن موضوع الولايات المتحدة الأمريكية يعني هل الصفقة التي حدثت بين الأمريكان وبين من مسكوا الحكم في دول الربيع العربي ترتبت على أنهم يتنازلون عن مجموعة من الأشياء التي كانت في القيم والمبادئ التي كانوا ينادون بها قبل الثورات الأمريكان يعني ولا الإسلاميين لا الإسلاميين شوف الأمريكان أنا عشت معهم فترة طويلة سبعة عشر سنة علمتني وعشت في واشنطن في السياسة الأمريكية الأمريكان عندهم ثلاث ثوابت فقط أي شيء آخر يعني قابل للتفاوض أتكلم عن الناحية السياسية طبعا عندهم مبادئ فكرية مثل الديمقراطية الحرية العدالة المساواة هذه ثابتة لكن كسياسة ثلاث ثوابت ومن أجلها يدخل حروب أمن أمريكا وأمن إسرائيل ونفط الخليج هذه الثلاثة من أيام ترومن أعلنوها أنها لا تمس وأي واحد يمسها سيدخل حرب من أجلها والتاريخ يثبت هذا بوضوح أنا أريد أسألك عن الثانية اللي هي أمن إسرائيل فبالنسبة لهم هذه المسألة الآن بدأت تخوف أمن إسرائيل استراتيجيا وليس فوريا إذا كان يعجبني الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لما زرته فكان قبلي في وفد من البرلمان الأوروبي وطبعا جايين علشان قضية أمن إسرائيل فهو شاطر ما شاء الله عليه وذكي فأول ما جلسوا قالوا إحنا جايين نتكلم عن قضية الأمن قال إيه أنتوا تكلموا عن أمن مصر هاتوا خايفين على أمن مصر من إسرائيل قالوا لا لا إحنا خايفين من اللي خوف مين يعني من اللي عنده قنابل نووية من اللي عنده الدعم العالمي من اللي عنده سلاح طيران متطور فالمعادلة ما تخوف على المدى القريب وذلك الأمريكان مطمئنين لهذه المسألة والناس عمليين يعني أنا عارف الأمريكان بغض النظر نختلف معهم نتفق معهم لكنهم عمليين وبالتالي جاءت حكومة إسلامية ليس من صالحهم أن هذا على فكرة التجربة الإيرانية يعني علمتهم لما صارت الحكومة الخمينية في إيران نبذوها ووقفوا مع الشاه حتى لما خرج وقفوا معه إلى اليوم صراعهم مع إيران لم ينتهي فتعلموا على فكرة وهذا في مفكرهم يتكلموا عن هذه المسألة بوضوع أن ليس من السياسة والحكمة أن إذا جاء شخص أو جهة أنت يعني ما تناسبك تقوم تقاطعها أعمل خطوط قد ما تستطيع ولا تعيد التجربة الإيرانية فجاء الإسلاميون وجاء إسلاميون هما على فكرة الأمريكان يعرفوا أن هؤلاء يعني ليسوا القاعدة وأنهم لا يؤمنوا بالإرهاب ولا يؤمنوا بالعوم على فكرة الإسلاميين يعني متهمين بالعوم لكن هل هذا الحراك الفكري وهذا الحراك السياسي ساهم في خلق حراك فكري عند الإخوان المسلمين وبالتالي تخلّوا عن الدولة الإسلامية الواحدة تخلّوا عن بعض مفاهيم الجهاد تخلّوا عن لا ألافوا يعني أنت تتكلم عن الإسلاميين إسلاميين أيسا أنا أتكلم الآن لكن تتكلم عن يعني أنا أتكلم عن الإخوان المسلمين اللي في مصر ومصر تحديدا لأنه قضية أمن إسرائيل يعني الإخوان المسلمين دائما يتكلموا عن تحرير القدس وأول ما جاء الربيع العربي وحديث الأخوان المسلمين تحديدا الناس ظنت أن القدس تفتح بعد سنتين ثلاث يعني الناس عايشة في خيال نعم ولكن مع الأمريكان مثل ما تكلمنا طبعا يفاجأون أن مرسي مثلا يتكلم يرسل ذكر رسالة إلى القادة الإسرائيليين يعني مرة أخرى أسألهم هما يعني بس أنا كناظر خارج يعني بس أجزاء من قرارهم يعني المسألة كما ذكرنا قبل قليل أن تطبيق الحدود تسبق أمور كثيرة جدا كذلك إعلان الجهاد وتحرير فلسطين يعني أنت دولة ما تقدر تديرها بتحرر تحرر فلسطين يعني هي معادلات ألباء الحياة يعني يعني حتى داخلية ما أنت قادر تضبط الأمن بتروح تفتح معركة فإذا فيه كلام من هذا تتكلم عن كلام استراتيجي وهذا الذي مغلق أمريكا ومغلق إسرائيل أن استراتيجيا هذا شيء خوف صحيح يعني أنا أقول لك هل تنازل الإسلاميين استراتيجيا عن هذا الموضوع لا طبعا عشان يصل إلى الحكوم لا الإسلاميين تنازلوا ولا الأمريكان تنازلوا عن دفاع عن إسرائيل هذه معادلة مؤجلة بالنسبة للطرفين الإسلاميين هذه ليست معركتهم الآن معركتهم الآن أن ينهضوا بشعوبهم قضية الفقر قضية التنمية قضية المشاكل الأمنية قضية وحدة الشعب على التماسك واحد هذه قضيتهم اليوم تعليم متخلف إسكان متخلف صحة متخلفة هذه قضيتهم وبالتالي أنت ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعمل هدنة مع اليهود ولا يعمل هدنة مع قريش هل ألغى الجهاد؟ ما ألغى الجهاد صلى الله عليه وسلم لكنها معركة مؤجلة الأمريكان عندهم أمل أنهم كما فعلوا في فتح في بدايتها كانت ثورية وجهادية نضالية أن يعني خلوها تميع إلى أن صارت ألغت الجهاد وألغت الكفاح المسلح من حتى أدبياتها عندهم أمل أن يفعلوا هذا مع الإسلاميين الإسلاميين عندهم عمق في هذه المسألة أن هذه أرض مقدسة ووقف إسلامي وأنها حق للمسلمين ولن يتنازلوا عنها فهي معادلة طويلة المدى وليست فورية نعم أريد أن أناقشك بأبرز ما حفلت به الأيام السبعة الأيام السبعة القضاء الإداري يوقف الانتخابات في مصر الخطيب الخطيب يتجول في حلب اعتقالات لمعتصمين في بريدة انطلاق معرض الكتاب في الرياض هيئة جديدة لتقويم التعليم في السعودية وفاة الرئيس الفنزويلي شافيز الأيام السبعة دكتور طارق مصر أخذت من حصاتنا كثير فأنا أجوزها إلى سوريا الأمير السعود الفيصل يقول إن عدم التحرك الآن لن ينتج عنه سوى إراقة المزيد من الدماء البريئة والدمار المنافي لكل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية إن التاريخ لن يغفر لنا كما أننا لن نغفر لأنفسنا تهاوننا في هذا الأمر يعني موقف مبدئي فكري نحييه عليه ونحيي حقيقة لمجلس الجامعة العربية اللي سمح بتسليح للمعارضة السورية والمجاهدين السوريين الموقف العالمي طبعا بسبب البيتو الصيني الروسي متردد لكن أيضا أعلنوا في الأيام الأخيرة أنهم سيعطوا أسلحة غير مميتة وأش نعم مثل هذه ففعلا الموقف تجاه سوريا موقف مخزي يعني العالم كله يتفرج سنتين من القتل المبرمج من قبل نظام مجرم نظام بشار وجماعة على الناس والآن بصواريخ سكود وغيرها والناس قاعدة تتفرج يعني لا شك الموقف الإيراني مخزي لا شك الموقف حزب الله مخزي لا شك أن الموقف العالمي هذا موقف ضعيف موقف العراق موقف مخزي يعني أين المبادئ في هذه المسألة على كل حال أنا عندي اطمئنان شديد أنها لن تطول وعندي اطمئنان شديد أن في النهاية إذا الإنسان أصر على حقه ما ضاع حق وراءه مطالب فأنا التقيت مع أخي أحمد معاذ الخطيب يعني من الشخصيات الراقية جدا وصاحب ذكاء وصاحب وعي وصاحب فكر إسلامي معتدل وفي نفس الوقت شخص عملي يعني يستطيع تفاهم فعندي أمل كبير أنهم هذا الأسبوع القادم يشكلوا حكومة وهذه خطوة تأخروا فيها جدا إذا شكلوا حكومة أعتقد الأمور ستتسارع وخاصة مع النجاحات العسكرية اللي قاعد يحققوها في الأيرض ونسأل الله سبحانه وتعالى الجيش العراقي يشتبك مع الثور في تطور نوعي لا أعتقد أن هذه مسألة ستستمر يعني العراق عندها مشاكلها الداخلية تكفيها فما أعتقد أن عندهم القدرة اليوم أن يعملوا شيء خارج العراق في بداية الربيع العربي التقيتك هنا وقلت لي أنه توقع أن تكون يعني الثورة السورية سيصل قتلة فيها إلى 40 و50 ألف وكان الرقم في ذاك الوقت كان كثير من الناس يتكلم أنه مبالغ فيه اليوم نشوف أن الرقم مصل 70 ألف والله أفضل أن الرقم اللي كنت أقوله بيني وبين أصحابي هو ما بين 40 إلى 100 ألف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتهي يعني صارت إحصاءات الإنسان صار إحصاء هذه مسألة مؤلمة جدا كل إنسان روح شريفة الله سبحانه وتعالى أكرمها الرسول صلى الله عليه وسلم وقف لما مرت عليه جنازة يهودي قال أليس بشرا أليس إنسانا فكل إنسان قاعد يقتل فما بالك الذي يقتلهم من بني جلدتهم بل بلدهم نعم فالقصد أنها ليست أرقاما يعني كل إنسان يؤلمنا لكن في النهاية أنا ذكرت لك في حينها وأكرر شعب السوري اليوم 26 مليون لما ناخذ 10% منهم تكلم عن مليونين و600 لما ناخذ عن 1% منهم تكلم عن 260 ألف فكل هذه الترحيات التي صارت ما وصلت حتى 1% من الشعب ليس معناها أنها عدد قليل لكن في نفس الوقت أن يضحي 1% أنا ذكرتها ذلك الوقت لك وأعيدها أن يضحي 1% من الناس من أجل أن يعيش 99% في ظل دولة كريمة وظل عدالة ومساواة وأمل بالتنمية يعني سوريا مسحوقة سوريا ليس فيها إلا سلاح أي شيء ثاني لا صناعات ثقيلة لا تعليم مثل الناس في كل مؤشرات التنمية سوريا يعني الوضع تعييس جدا فما في حل إلا أن يتخلصوا من هذا النظام المجرم هذا النظام طبعا تدعم طائفته وتدعم إيران وحزب الله وروسيا والصين والعراق فما زال صامد لكن هذا لن يستمر إذا الشعب يوما نراد الحياة ما يمكن أن يستمر أي حكم أي طاغية ما يمكن أن يستمر هي أسابيع وأشهر ليست سنينا وستنتهي لكن لكن هذور السبعين ألف وأكثر من مليون مشرد والوضع السورية يعني في الداخل يعني هذه التضحيات كلها وحتى لو كانت واحد في المئة كما تذكر كما تذكر يعني من حرض على الثورة هل يتحمل هو مسؤولية هذه الدماء إن فشلت الثورة لا لا هو العكس الذين حرضهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد وقتلوا يتحمل دماؤهم يتحمل دماؤهم لأنه راحوا الجنة راحوا شهداء يعني يعني الذي لا يريد أن يضحي بشيء لا من نفسه ولا بأهله ولا بماله لن يسمع تغييرا السؤال عكس هذا الذين يريدوا لهذا النظام أن يستمر هل يتحمل وزر الوضع الذي في سوريا سابقا والذي سيزداد مستقبلا من تخلف من طغيان من ظلم من سجون من قتل بالشبهة من تشريد لآلاف الناس في الخارج من استبداد مالي من فساد من سوء تعليم من سوء صحة ماذا أعد وماذا أترك نعم تسوى التضحيات ولو كنت معهم لكنت من أول المجاهدين فيهم لأن المسألة مسألة يعني الذي لا يريد أن يضحي لن يغير في الأسبوع هذا انطلق عندنا في الرياض معرض الكتاب الدولي كيف أنت شايف حركة الكتاب لدى الشباب العربي اليوم يعني أنا كنت كتبت في كتاب أنا والأخي فيصل باشرحيل صناعة الثقافة بعض الإحصاءات نعم عن القراءة في العالم العربي في ذلك الوقت قبل حوالي أكثر من عشر سنوات كانت الإحصائية أن الإنسان العربي يقرأ في المتوسط ست دقائق في السنة بس بس طبعا ليش ست دقائق في السنة لما تحسب عدد الأميين وتتكلم أنت عن ثلاثين بالمئة من الرجال في العالم العربي أميين وخمسين بالمئة من النساء طبعا هذه الأرقام بدت تتغير تغير شديد جدا في العشر سنوات الأخيرة فالتعليم طبعا جزء منها تواصل الاجتماعي والإعلامي هذا جزء آخر والآن صار الإنسان حتى الفقير مستعد يعني ما يتعشى بس من أجل ابنه يروح مدرسة فتغيرت المعادلة في ظني ما عندي إحصاءات أخيرة لكن واضح جدا أن حركة الثقافة والفكر والكتب والأشرطة وغيرها واضح أن تحرك التحرك كبير جدا ويعني أنا اليوم كنت أقرأ في الجرائد السعودية أن الأمس يوم الخميس لما كان ويكند عطلة وفي نفس الوقت معرض كتاب اضطرت إدارة المعرض إلى إغلاق الباب للجمهور بسبب أن الخشية الأمنية ما فيه مداخل ومخارج كافية للإطفاء ولا غيرها والمواقب السيارات أنا سررت بهذا الخبر يعني ما شاء الله إيش هذا الإقبال وطبعا أنا الحقيقة يعني أقول لك شي يعني أنا أجول العالم العربي حركة الثقافة في الشباب السعودي بالذات يعني شيء مشرف وواضح جدا يعني يثلج الصدر ويسرني سرور عالي جدا لكتب جديدة في المعرض هذا؟ أي الحمد لله إلي أنا عدد كبير من الكتب الجديدة يعني أنا غيرت السيستم مالي أنا كنت في السابق أكتب كل شيء بنفسي وراجع بنفسي الآن صار عندي فرق يعني كل كتاب له فريق موش أنت اللي تكتب لا أنا أكتب أنا أكتب بس لما تأتي لقصة مثلا أقول لي بحثولي عن هذه القصة يجيبوها لما أجي لآية فريق عمل كامل وفريق إخراج كامل فكنت سابقا أصدر كتاب أو كتابين في السنة الآن صار معدلي ستة في السنة آه وفي ستة فعندي أشياء كثيرة جديدة تصدر عن الإبداع أنا كتبي تصدر عن شركة الإبداع الفكري في الكويت وأسرطتي وألبوماتي الجديدة عندي ألبوم سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وشهر رضي الله من شركة قرطبة في السعودية والإبداع هذه عندها نشاطات أخرى أيضا غير لا الإبداع الفكري كتب عندي الإبداع الخليجي تدريب وعندنا الإبداع الأسرية الإبداع الأسرية تديرها أستاذ بوتين الزوجتي هذه للأسرة ككل تركيزهم على القيادة والمرأة القيادي على الفكرة نحن عندنا مؤتمر إن شاء الله يوم 24 ثلاثة مارس يعني بعد حوالي أسبوعين مؤتمر القيادة والتدريب النسائي الثالث مخصص فقط للنساء فعندنا الحمد لله اتجاهات في كل يعني بس كل شيء له مؤسسة مدام الشيء بشيء يذكر في دعوة شركة نشر سعودية ضد دكتور طارق سودان اتهمته بالسطو على بعض مؤلفاته وتسجيلها باسمه يمكن اللي هو كتاب محمد أكرم العدلو نعم هذا القصة يعني أنا ودي تتصل لنا السالفة أو نفهم منها جدا جدا القصة يعني والعفو سخيفة أنا رفعت قضية الآن تشهير ضدهم هم رفعوا عليك في السعودية هم رفعوا في السعودية أنا رفعت عليهم في مصر لأنه لازم رفعها في مقر قامتهم القصة باختصار يا سيد الكريم وهذا مهم الجمهور يعرفها للأسف لأنه من باب التشويل أنا لي البوم اسم العمل المؤسسي البوم أشرطة أشرح ما هي العملية المؤسسية صديقي وأخي وحبيبي دكتور محمد أكرم العدلوني عنده كتاب ألبومي ووضعتهم في باكيج مشترك كتابة وألبومي صدرت الطبعة الأولى بهذه الصورة صورتك ما كانت موجودة على كتاب العدلوني لا لا ما كان موجودة لا لا طبعا وهو مسجل على فكرة يعني مسجل في السعودية بشكل رسمي باسمه محمد أكرم العدلوني محمد أكرم العدلوني والعقد بينهم وبينه أنا ما لأي علاقة في الموضوع في الطبعة الثانية المخرج أخطأ فوضع صورتي على غلاف الكتاب أنا ما لأي شغل في الكتاب فعاتبتهم فزاهم الله خير يعني طبعا كان توزع فوقفوها والطبعة الثالثة رجعوا والرابعة على فكرة الآن رجعوا محمد أكرم العدلوني فكان خطأ ليس لي دور في تأليف الكتاب ليس لي فهم كموا بخطأ يمكن بيسوقون بالكتاب والله هذا حسب نياتهم بس الظاهر بالنسبة لي أنه خطأ المهم فطبعا انتهت المسألة بالنسبة لي يعني خطأ وداركنا أنا لم أؤلف الكتاب لست مؤلفا مشاركا إلى آخر الأخ محمد أكرم العدلوني باحث وعالم ما شاء الله ففي الكتاب ينقل من كتب كثيرة يعني يعني يعيد صياغتها بأسلوبه ويقول من الكتاب الفلاني بتصرف من الكتاب الفلاني بتصرف جماعة خلاصات نقل عنهم وكتب من خلاصات بتصرف اللي هي تبع منشورات الشركة العربية الإعلام شعاء شعاء نعم فقالوا أنت سرقت منه فكلموني قلت أنا ما لي أي علاقة بالموضوع ما لي أي علاقة لست مؤلفا ولا مسجلا ولا قانونيا ولا عقد بيني وبينهم يعني خاصمهم قرطبة والعدلوني ما لك علاقة فقلت لهم هذا الكلام فراسلوني برسالة عندي سفيها قالوا احنا راسلك لأنك الأشهر قالوا نعم إيش الابتزاز هذا كتاب ليس لي علاقة فيه فراسلني لأني الأشهر فأصر ورفع عليه قضية قلت إيش اللي يعني يا سامحني يعني إيش الظلم هذا حتى تكلمت أنا المحامي الذي رفع القضية قلت لا تشارك في ظلم إيش قاعد تسوي إنت ما لي أي علاقة بالموضوع فهذه هي قصتها باختصار طبعا لما أصروا أنا شفت ولم أدخل مخفر في حياتي لا قضية جناعية ولا مدنية ولا غيرها بحياتي كلها الحمد لله لا داخل الكويت ولا خارج الكويت فيعني اضطروني أني أرفع قضية تشهير ضدهم لأن يعني استغلوا هذا الخطأ اللي أنا ما لي دور فيه ورفضته وبينته نعم اتضحت الصور أيضا مداما كنت بهذه الشافية خليني أسألك أيضا على الدكتور يمان الباشا نجل الإعلام الراحل الدكتور عبد الرحمن الباشا أيضا نتكلم على أنه كتاب والد عبد الرحمن الباشا حولته أن تصور من حياة التابعين إلى برنامج مرئي تحت عنوان رواع القصص رواع التابعين صحيح وأيضا تسجيلات قرطب وأصدرته في طيب هذه المسألة له حق فيها يعني أنا أقيم الحق علي وعليه نعم نحن لما أحضر أنا الآن عندي برنامجي القادم قاعد أحضره أحضره من كتب نعم فواحد من المراجع الرئيسية اللي استعملتها قصص من صور التابعين أو صور من حياة التابعين وأنا هذا الكتاب معجب فيه جدا كان صور من حياة الصحابة سلسلة ممتازة بعدين صور من حياة التابعين فاستعملت كأحد المراجع الرئيسية وذكرت هذا أن هذا مرجع وأنا الحقيقة كنت بنيتي أني أسوق لهم كتاب رائع يا شباب اقرأوا كذا زي فهو اعتبر أن هذا التعدي أن أنا العفو يعني الأخي عايض القرني ولا سلمان العودة ولا أي واحد نحضر من كتب فقال أنت تعديت على حقوقي قلت له والله يا أخي أنا يعني هذه مسألة أنا معتبرها خدمة لكم لكن مع ذلك أنا حاضر اللي تأمر فيه أنا سأتطوع لك مع أنه لست ملزما لا قانونا ولا عرفا أنا تطوع لك أي أرباح جاءت من هذا الألبوم لك كلها بالكامل ليس مناصفة حتى فيعني العفو تجاوز الحدود قال بمليون دولار يعني ما يبيع مليون دولار كل كتبي وأشرطي ما جابت مليون دولار بالنسبة لي يعني فصارت مبالغة وصار ابتزاز فعرت عليها يعني عرت عليها أنت ماذا تريد يعني عندك خيار أني أعطيك كل الأرباح اللي لي من هذا وعرت عليها وعرت عليها عرض آخر ونفتها بدون ما يوافق أني سحبت الألبوم من السوق إذا هذا مزعجك سحبته فيعني ما المطلوب مني أني ما أحضر من كتب هاتولي واحد لا يحضر من كتب فهذا وانت عزوته يعني في البرنامج قلت أنه أنا نعم نعم عزوت هذا بالبرنامج عزوت هذا بشكل واضح بس أنا أعفو عشان أكون بس من باب الإنصاف أنا ما أنا ما أسمع ألبوماتي يعني أنا لما أسجل الأخوة قرطبة هم الذين يراجعوا يمنتجوا وكذا فالسيرة النبوية سويتها في ثلاثين ساعة فهم منتجوها في ثمانتعشر ساعة فقد يكون شالو العزو أنا ما أدري صراحة يعني بس عشان باب الإنصاف لكني أنا في البرنامج عزوت يعني هذا وانا عزوت مش لأني لازم أعزو انا عزوت لأن الكتاب أعجبني وحبيت أروج له فكنت أتوقع يشكروني بصراحة يعني نعم كنت أتمنى أن أتحدث عن اعتقالات المتصميم لكن لأنك ذكرتني أنك ما عندك تسفل بيات سوف أتجاوزها والموضوع يعني هو المستوى المحلي هو مهم لكنه أنا مضطر أن أتجاوزها قضية الهيئة الجديدة لتقويم التعليم في السعودية هذه طلعت عندنا يعني اعترافا بأن الواقع ما هو جيد للتطوير نعم أنت بحكم خبرتك حتى في التعليم أنت لك المدهرس وكذا ما الذي نحتاجه في التعليم في الخليج والله سؤال كبير هذا واسع بس نبي جوابه مختصر مختصر جدنا هو أنا عندي معادلة تعرف أنا اهتمامي بالتعليم أنا درست سنين طويلة بنفسي وأشاركت فيه تأسيس مجموعة من التدارس وما زلت التعليم يحتاج إلى معادلة كاملة ليست فقط تقويم وإنما هي معادلة متكاملة من التخطيط إلى المنهجية إلى الفكر إلى المعلم إلى الإدارة إلى الإبداع الخدمة التدريب التقنية المقرات المال يعني هي معادلة متكاملة إذا ظن أحد أنه بجزء من هذه المعادلة ليستطيع أن يحل مشكلة التعليم سيكون واهم هي معادلة متكاملة لكني متفائل متفائل تفاؤل كبير جدا متفائل لسبب أن وجدت جدية عند القائمين في السعودية الحقيقة على التطوير وجدت هذا شعرتها بنفسي بصراحة وشيء ثاني وجدت أن القائمين على التعليم نفسهم عندهم بالإضافة للهم والجدية عندهم الخبرة العلمية يعني معظمهم خريجين من الغرب عارفين الدنيا أين وصلت هاتين المعادلتين الإخلاص والجدية من جهة والخبرة والعلم من جهة يجعلني متفائل في تطوير التعليم تطوير كبير إن شاء الله أسئلة ساخنة وإن شاء الله يعني سأدرك التسأل لها تحتملكم وجهها للشارع وفيها نقاط مهمة أنا أريد أن أسألك عنها الشارع يسأل أرجو مناقشته في كلامه بجواز الاعتراض على كل شيء حتى على الله عز وجل هل لا زال يطالب بإلغاء حد الردة والسماح ببناء الكنائس وجواز الاعتراض حتى على الله ورسوله هل يؤيد وجود التصويت على الأحكام الشرعية من حدود وغيرها اسأله عن لينه مع البوطي وقسوته على علمين ما موقفه من الحراك في الداخل الكويتي رأي الدكتور طارق سويدان في تجربة الإمارات في التقدم واتخاذ القرار بعدم رغبة الإمارات بالأحزاب والعمل على أساس البيت المتوحد لماذا أغلب برامج قناة الرسالة معادة؟ أين الجديد؟ ما هي طموحاتك المستقبلية؟ وهل مللت من الذات ومحاضرات ودورات الذات وغيرها؟ في سنوات مضت كان للدكتور طارق قبول كبير عند الخليجيين وتحديدا في السعودية أما الآن فقد خف هذا القبول لدى الكثير يا ترى ما هو السبب؟ دكتور طارق كنت رائدا من رواد تدريب بيد أنك تراجعت كثيرا هل انتهت دياقتك ولم تستطع مواصلة الصعود؟ أم شيبت بك الأحداث وأخواتهم؟ المعروف عن الدكتور طارق أنه داعي إسلامي ما هو موقفه من منهج ابنته وكتابه؟ خصوصا أنها عكس التيار الشارع يسأل حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الدكتور طارق سودان بعلن سئلة ساخنة أنت قلت من حق الناس أن تقول ما تشاهد طبعا هذا مقطع فيه فيه أحد برامجك بثت على قناة الرسالة من حق الناس أن تقول ما تشاهد غير الفساد الأخلاقي ثم قلت الاعتراض حتى على الإسلام ما عندي مشكلة حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله طبعا هذه واجهت كلام كثير جدا في السعودية مثلا من أهم الناس الذين تكلموا هو سماحة المفتي قال هذه المقالات يطلقها بعضهم ولا أدري إطلاقه لها نابع عن عقل ودين أم سفه ومرض في القلب وهل هو نابع من إنسان فقد الإيمان أو إنسان لا يدري ما يقول أضاف الشيخ قال كيف نعترض على الله وعلى الأمر بطاعته وطاعة رسوله وقال الاعتراض على الله إذا قصده رد كلام الله ورد سنة رسول الله وتقديم الآراء والأهواء على الكتاب والسنة فهذا الضلال قد يقول بصاحبه للردة الشيخ صالح الفوزان أيضا من جانبه قال بلا شك فإن ما وراء هذه ردة فالذي يستهزئ بالله ورسوله والأحكام الشرعية ما بعد هذه ردة هذا أشد أنواع الردة طبعا علمان على راسي وطبعا كلامهم صحيح الذي أول شيء يعني إذا فهم إنسان أني أجيز الاعتراض على الله ورسوله فأستغفر الله تعالى أنا لا أجيز الاعتراض هذا يخالف القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يعني نص صريح وواضح وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما عندنا لسنا مخيرين في هذه المسألة ومن يرتدي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه مسألة محسومة في الدين الذي يعترض على الله ورسوله كافر ما عندي شك في هذا الذي يعترض على الله ورسوله يكفر ما عندي شك في هذا لما تأخذ ثلاثين ثانية من محاضرة ساعة ونص وأنا كنت واضح جدا حتى هذه المسألة أنا أقول لك شيء القرآن الكريم يقول ولا تقربوا الصلاة صح؟ ولا تقربوا الصلاة واحد يقول لي ليش ما كنت حذر طيب ليش القرآن ما اجتزأنا منه هذا اللي اجتزأ ولا واحد يقول لا إلهة ما يصير ما يجوز هذا هذا ظلم لي أن يأخذ جزء ويعمى الاعتراض على الله ورسوله كفر ومن يعترض على الله ورسوله مرتد هذه مسألة واضحة جدا عندي ما شككت فيها لحظة لكن الآن إذا جاء إنسان عنده شبهات عنده اعتراضات نعم والله ليش الإسلام يعطي الذكر ضعف المرأة في الميراث عنده هذا الاعتراض وأمامي أنا الآن كداعي اختيارين أنه يبقيه في رأسه ويظل كافر بينه وبين نفسه أو أنه يقوله ونحاوره ونناقشه ونثبت عليه وأنا ما عندي شك أن الدين ديننا قوي وديننا لن يشاد أحد إلا غلبه وحجة الله بالغة فلذلك أنا ما عندي مشكلة أن يعترض إنسان على الله ورسوله لأننا عندنا الحجة أن نرد عليه طيب يعني أنت الآن فإذا فهمناها بهذا الفهم الاعتراض على الله وعلى الرسول أنت تقول كفر كفر طبعا حق الاعتراض نعم على الله وعلى الرسول ماذا تقول أقول أنه هذا الإنسان في باله شبهات يبقيها في نفسه ولا يطرحها لا تخيل تخيل شاب أصابته هذه الشبهات الكفرية أي لو أبقاها في نفسه فهذا سيبقى كافر لو تكلم عن لو قالها قالوا لنقطع راسك مسكين شي سوي فأنا قاعد أتكلم أنه إحنا كدعاء كيف نتعامل مع الناس فأنا ما عندي مشكلة أن يقول اعتراضاته لكن واجبنا أن نرد عليه هذه لو كانت في مجلس إن واحد جاء عنده شبه وجاء ويسأل عنها لكن أنت كأنك تعطيه حق عام باسم الحرية التي تتحدث عنها أنه اللي يريد يتكلم والدولة المفروض وحتى تجرد الدولة الإسلامية من الحفاظ على الثوابت والعقائد وأن المجدفين يتحركون برحتهم خلينا نفرق بين أمرين بين أولا النقاش الفكري وبين سوء الأدب والاستهزاء اللي يستهزئ بالله ورسوله الذي يسيء الأدب على إنسان لجب أنه عاقبة فما بالك على مقدساتنا فأنا ما قاعد أتكلم عن سوء الأدب ولا عن الاستهزاء مسألة محسومة عندي أي واحد يقل أدبه على الإسلام على الله تعالى على رسوله على المقدسات على إنسان آخر يجب أن يعاقب هذا انتهينا من هذا الآن النقاش الفكري نقاش فكري مع عالم من العلماء في الغرب الآن لما تقول لي والله في بلادنا هو الآن بلد بقت في قضايا الفكر بقت بلادنا وغير بلادنا الدنيا صارت مفتوحة قس في قرية صغيرة في أمريكا يحرق القرآن مئات الألاف تخرج في باكستان الفكر لا يمكن حصرة إذن ليش إحنا نخاف أنا أؤمن إيمان عميق بهذا الدين وأؤمن إيمان عميق أن الله سبحانه وتعالى أعطاننا دين فيه حجة ومنطق ودليل وبرهان وأن حجتنا أقوى فما نخاف من أحد ومحاولة إننا والله نحصرها في مجل الصغير انتهت هذه المسألة بتويتر وفيسبوك والإعلام والكذا انتهت هذه المسألة فالآن صارت المسألة كيف يعني خلنا نفرق بين المبدأ وبين الكيف أن الإنسان يناقشنا هل فيها يناقشنا بآراء فيها اعتراض على الله ورسوله فيها كفر كفر هذا كفر هل نناقشه ولا نقطع راسه لا هو ما يتكلم عن أنه أنت ماذا يردت فعلك هل نتكلم عن هذا الشخص هل له الحق وهو مسلم الاعتراض على الله وعلى رسوله يكفر نعم لكن هل له الحق في أنه يقول يعني له حق أنه يكفر يقول هذه المسألة ليست هكذا تناقش المسألة إنسان وقعت في باله شبهات تجعله يجي يناقشها صح طيب لما يناقشها لما يناقشها مع أحد العلماء كل أن تعترض على الله ورسوله لازم نقص راسك ولا يناقشه الشيخ عبد العزيز الراجحي مثلا حتى لما عرض عليه هذا الكلام قال أنه هذه الردة وإلى آخري وقال أنه يجب أن يتوب وأضاف لو رفع هذا للحاكم الشرعي لو يجب استتابه طبعا هو يتحدث عنك ولو تاب وإلا قتل والصحيح أنه يقتل بدون استتابة في أحد قوله العلم يا سيدي يعني شوف وين وصل فضيلة المفتي الله يزي خير يعني كان متوازن جدا ويعني كلامه على راسي قال إن كان يقصد كذا فهو مرتد أنا لا أقصد كذا بس بهالبوضوع أنا لا أقصد أن الاعتراض على الله ورسوله حق مفتوح كل واحد يكفر على كيفه وما نناقشه أنا قاعد أتكلم إذا إنسان صارت في باله شبهات واحد في باله شبهات إذا احتفظ بها يظل كافر وإذا تكلم علىها قطعوا راسه هل هذا حلين مقبولين؟ لأنه دكتور البيان أنت اللي تذكرته كان طويل ومفصل نعم وقلت أنه ليس بياني هيتغيير لرأي أو رجوع عما قلته سابقا بصراحة حتى بعد البيان الموضوع ما اختلف ما الذي يعني ما هو وجه الاعتراض أنت الآن عبدالله كن معي ببساطة شاب أصابته لوثة فكرية جعلته يكفر ببعض قضايا الإسلام إذا احتفظ بها بعينه وبين نفسه سيلقى الله كافر هل من حقه أن يتكلم فيها ويناقشها؟ من حقه أن يذهب ويتساءل لعلم المفاخ لحظة هذا اللي فيها أنا قصدته يعني اللي يسمع المحاضرة كاملة سيفهم هذا الفهم أنه من حقه أن يتكلم ومن حقه أن يسمع الرد أين الخلل في هذا الكلام؟ ما في خلل البديل لهذا هو أن يكفر الناس لأنهم ممنوع يتكلموا البديل لهذا أن نظن أن ديننا ضعيف وأننا ما نقدر نواجه الحجة بالحجة سنواجه الحجة بالسيف مثلا قلت الفساد الأخلاقي خط أحمر ومفروض أنه ما يسمع فيه طيب الاعتراض على الله ورسوله ما هو خط أحمر؟ يا سيدي الفساد الأخلاقي شهوة الشهوة لا أستطيع أن نناقشها فلابد أن نضبطها بينما الفكر نستطيع أن نواجه بالفكر وإحنا فكرنا أقوى ديننا أقوى إسلامنا حجة بالغة الله سبحانه وتعالى أعطانا من الأدلة المنطقية والعقلية التي تضحض أي دين وأي مذهب وأي فكر منحرث ليش نخاف؟ هذا هو طرحي طيب طرحك دكتور أنت الآن دائما تقول أنا لست مفتية لست مفتية المستوثين لماذا طيب أن تدخل نفسك بهذا المعذف وتتكلم بهذه الجزئية؟ أنا هدفي في الحياة كلها نشر فكر ينهض بالأمة أنا لا أفتي والله العفو لو كنت أريد إثارة كان دخلت في فتاوى رضاعة الكبير وأمثال لهذه التفاهات قضية لها اتباط رضاعة الكبير تفاهة؟ القضية النقاش فيها هذه المسألة واحد لما يفتيلي بهذه الفتوى طبعا بالنسبة لي تفاهة طيب الآن أرجع لهذه المسألة هل تستطيع أن تفصل قضية الفكر عن الحرية؟ هل تستطيع أن تفصل قضية الحرية عن حد الردة؟ ما تستطيع تفصلها أنا لا أتكلم بالقضايا الفقهية أنا أتكلم بالقضايا الفكرية وسترتبط ببعض القضايا الفقهية وهذا منهجي واضح في هذه المسألة الدكتور محمد العواضي تكلم نقل مقال الأخ حمد الأنصاري وذكر هو تعليقه وقال ما الذي يجعل الدكتور طارق محط نقط مستمر لمواقفه؟ هل هو لخروج عن المألوف؟ أم لطريقة تناول موضوعات؟ أم لمحتوى تفكيره؟ هو أنهج الخاص به دعويا أم قناعته الذاتية في التغيير بالصدمة؟ لا لا أم نمط شخصيته سيكولوجية الدكتور أم كل هذا معنا؟ يعني كنت طبعا دكتور محمد العواضي أخ حبيب والخط بينه مفتوح وكان مفروض بدل ما ينزله بالجرائط يسألني واجاوبه ويحط الجواب يعني يا سيد الكريم أنا لست باحثا عن الإثارة ولا عندي هدف أني أكون لا رئيس دولة ولا رئيس حزب ولا عندي هدف أكون ثري من الأثرياء ولست فنانا من الفنانين الذي يريد كل الناس يعجبوا فيه أنا إنسان عندي فكر أريد أن أطرحه هذا الفكر إذا كان نفس الفكر السائد في المجتمع لن يغير شيئا بعض الأفكار التي أطرحها موجودة في ديننا على فكرة أنا لم أتكلم بشيء إلا وهو موجود عند السلف الصالح زين لكن ما يدرس فلما أطرح قضية أنا مؤمن بها وتختلف عن الرأي السائد طبعا سيعترض بعض الناس وسأفقد بعض الناس أنا على فكرة عبا جيك أنا في حد الردس الجزي زين سأتي بعد بس أنا المبدأ عندي يعني أنا عفو أنا يعني لو كنت أريد إثارة كان سبيت فلان وشتمت فلان يعني أنا راجعوا كل مواقفي أنا لم أذكر أحد بسوء والحمد لله ولا إنسان بسوء طيب مبدأ عندي مبدأ ما أذكر إنسان بسوء ومبدأ عندي ما أذكر دولة بسوء أنا أتكلم عن مواقف أتكلم عن فكر ما أتكلم عن دولة ولا شخص ولا هيئة هذا مبادئ عندي بعدين أنا طبيعي لما أطرح أفكار ليست سائدة في المجتمع أن بعض الناس سيعارضوها هل يسموا هذا إثارة؟ هم أحرار أنا لا أبحث عن الإثارة والله أنا يعني العفو أنا داخل في الإعلام أعرف الإثارة وطرقها هذا اللي هدف الإثارة هذا هدف تافه لأن احنا عندنا يا عبد الله ويا أخواني عندنا أمة خلفة أربعمائة سنة الذين يبحثوا عن الأمجاد الشخصية هؤلاء ليسوا مخلصين لأمتهم لأن حمد الأنصاري عنده وجهة نظر يعني ودينا تتأملها معي دكتور هي دعوة تشتعية للكفار والعلمانيين والزنادق والملاحدة لزيادة الهجمات على الإسلام والله ورسوله باسم حرية التعبير لا لا هي دعوة للحراك الثقافي والفكري ودعوة المتدعة لما يتكلم وتصير حراك ثقافي يا سيد الكريم ارجع لدولة الإسلام الأولى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما قام الخوارج بفكرهم المنحرف وكفروا الخليفة نفسه قالوا أنت كافر نعم الصحابة كلموه قالوا لا أبطش بهم قال قوم رأوا رأيا فدعوهم وما رأوا وأرسل لهم ابن عباس يناقشهم هذه ليست معروفة في تاريخنا سؤال آخر سيدنا الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة وإمام المسلمين في زمانة لما قضية خلق القرآن ماذا فعل سكت ولا ناقشهم الفكر يناقش بالفكر ليس بالقانون ليس بالإرهاب أول إرهاب صار في تاريخنا هو ليس إرهاب الفكر إرهاب الدولة لما المعتزلة سيطروا على دولة على فكر الخليفة وأجبروا الناس على خلق القرآن هذا أول إرهاب أنا ضد الإرهاب هذا أنا مع الحوار الفكري في التاريخ الإسلامي كانت الفرق موجودة والعلماء يضحضوها وظلت الأغلبية على عقيدة أهل السنة والجماعة التي اعتز بها واليوم ما زالت هي العقيدة أين المعتزلة اليوم صاروا أفراد لا يعدوا إذن الذي ينتصر ليس القانون وليس السيف الذي ينتصر هو الفكر المدعوم بالمنطق والدليل والبرهان هذه دعوتي لأنه الآن كل هذه الردة الفعل وكل هذا الكلام وقد تأثرت ممكن أنت وعائلتك وممكن المؤسسات اللي وراك من هذا الكلام بل أنه حتى مثلا الناس اللي قريبين منك زي زي الشيخ مثلا عجيل النشمي قال أنه هذا خطأ فادح وصفه لأنه أخذوا جزء من الكلام يا سيدي أنا أتحدى أتحدى أن أي واحد من هؤلاء سمع المحاضرة كاملة طيب هو دعاك إلى أن يكتر علنا يقول لك أرجع علنا عن هذا القول الشاذ واستغفر وأعلن التوبة يا سيدي الكريم أنا مستعد أعلن توبة في أي لحظة والتوبة الرسول عليه السلام كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة أنا مستعد أستغفر وأتوب المسألة ليست قضية استغفر وتوب السؤال بسيط أنا متأكد وهذا وجهت لأخي دكتور عجيل سمع المحاضرة قبل ما يتكلم أو يكتب رديت عليه رد بسيط الشيخ عجيل النجمي ومشايخكم في السعودية والعلماء في كل مكان والله على راسي وإحنا في النهاية يعني تلاميذ عندهم نتعلم منهم طلبة علم ناقشوني بس ناقشوني ليس بأن تأخذوا جزء من كلامي هذا لا يجوز نخذوا الكلام كله شوف أثر هذا الكلام المنشزة شوف شلون أثر في الناس سعيد أنا لأنه صار حراك ثقافي وفكري حول قضية الحرية وحرية التعبير في الإسلام ما حدودها وما قواعدها وما سعيد بهذا أنا عندي هدف أن نتحاور تتحاور الأمة في هذه المسال التسليم المطلق بدون نقاش لا يؤسس إيمان يؤسس تقليد وذلك قال سلفنا الصالح قالوا المقلد لا إيمان له الإنسان اللي يناقش ويقتنع بالدليل وبرهان هو صاحب الإيمان في النهاية يعني احنا نطالب السوريين بالترحية احنا ما نضحي في قضية فكر رئيسي بالنسبة للأمة أنا خلينا ألخصها خذوا هذا الجزء وانقلوه الذي يعترر على الله ورسوله كافر مرتد يناقش وتقام عليه الحجة قبل أن نقيم الحد عند الذين يرون بالحد قبل أن نقيم الحد نناقشه طيب هذا الكلام بهذا المسور يعني حتى في أحد أقوى العلماء أنه يقتل بدون استثابة لا لا يا سيدي هذا ما موجود سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعترض على هذا هذا قبل شوي كلام الشيخ الراج هيقوله لا لا معلش أنا أجيب لك قول صريح لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة محسوم هذه المسألة عند الأحناف المرأة المرتدة لا تقتل هذا الذي استقر عليه المذهب تقتل عندما تحمل السلاح فإذا صار حد حرابة وليس حد ردة ذكرت أنا هذا في البيان على كل حال وجود اختلاف في الرأي في هذه المسألة لأنه حتى الموضوع يعني قضية أنه حتى موضوع حد الردة يعني موضوع اتفاق بين بين من؟ بين الامة الأربعة لا مصحيح حد الردة لا ما مصحيح الأحناف ذكرت لك الأحناف في المرأة المرتدة بس في المرأة لكن في المرتدة إذن يا أخي في قضايا عنقية بعضهم حكى الإجماعة دكتور يعني العفو الإجماع أن ما في أحد له وزن عارض أنا ذكرت في البيان سادة الأحناف سؤال بسيط في العقيدة في العقيدة في فرق بين الرجل والمرأة؟ لا ما في فرق إذن لما الأحناف يقولوا هذا رأيي المعتمد في المذهب أن المرأة المرتدة لا تقتل إلا إذا حملت السلاح إذن صارت المسألة حد حرارة أنا لو بدخل في تفاصيل حد الردة يمكن ما معي وقت لكن أنت ما زل تقول أنه حد سياسي وليس حد ديني أنا قاعد أقول أن المسألة كلها تدور حول حرية الاعتقاد من شاء فليؤمن من شاء فليكفر لست عليهم وسيطر لست عليهم بجبار وعشرات الأدلة هذه المسألة خلونا هي تكون هي الأساس القرآن هو الأساس الآن من يرتد ما هو حكمة هذا يرجع للعلماء لكن أنا أدعو أنا أدعو أن العلماء يعيدوا النظر في هذه المسألة المسألة المحسومة المتفق عليها بالإجماع أن الإنسان له حرية الاعتقاد هذا غير المسلم أنه يدخل في المسلم هذا متفق عليها لكن المسلم أن يخلج الآن أنا لا أريد أن أحولها إلى جدل فقهي الآن الأصل حرية الاعتقاد الاستثناء أن المسلم إذا أراد أن يرتد ما حكمه هذه المسألة النقاش فيها قديم ليس جديد طيب بس العفو يعني أن الإنسان يدعي الإجماع فيها هذه المسألة قابلة للنقاش على كل حال إذا استطاع العلماء أن يثبتوا عكس هذا والله أنا مستعد أتنازل عن رأيي هي المسألة ليست عناد هي المسألة حب في هذا الدين ومنهجية فإذا العلماء إذا اتحاد العلماء هيئة كبار العلماء في العالم اتفقوا على رأي آخر أنا مستعد أتنازل عن رأيي اللي سمعتك هي قبل قليل بل لأنهم أرسلوا إلى صاحب القناة اللي هو الأمير الوليد قالوا من أجل أن تتخذوا ما يلزم لمنع حضرتك وأمثالوا من بث أفكاره في قناتكم مما يتنافى مع الدين والعقيدة اللي تكون قناة رسالة قناة خير ودعوة إلى الله خالية من بث الأفكار المنحرفة هذه هيئة شوف أنا أفرق تفريق كبير جدا ما بين الرسالة وبيني أنا الرسالة قناة وسطية معتدلة لا نسمح أن تطرح فيها أفكار عليها شذود لا مني ولا من غيري الفكرة هذه كانت ما تظهر في القناة ما ظهرت في القناة هي أصلا هذا المقطع كان في محاضرة أنا في مؤتمر في الكويت ما زين يعني التقسيم بهذه الصورة يعني بعدين سؤال بس يعني لسادتنا العلماء هل يوجد منع في عالم الفضائيات والإنترنت انتهى المنع يا سادتي بعدين أنا أريد أقول شيء أنا من أهل السنة والجماعة وعقيدتي سلفية وعلى مذهب الإمام أحمد في العقيدة طيب ولا أرى لا بخلق القرآن ولا أرى بالتشيع هذا هذا مذهبي هذا ديني هذا عقيدتي لا أخشى في الله لو متلائم فيها الآن إذا سمعتم عني أو سمعتم جزء من كلامي يناقض هذا تكون ردة الفعل بهذه الصورة لماذا لم يناقشني واحد واحد بس يرفع التلفون يقول الدكتور هذا رأيك واحد بس يعني كل الرد ذوله ما ناقشه ما في واحد ناقشني طيب بشارات سريعة هل كناس المعابد أنت ترى أنه جواز في جزيرة العرب بناءها شوف يا سيد الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى في الجزيرة دينا هذه المسألة فهم منها عدد كبير من العلماء أنه لا يجوز كنائس ولا معابد في جزيرة العرب بينما ثبت كذلك أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار كان هناك نجران نصرانية وكانوا عندهم كنائسهم وكانت محمية وكانت خيبار وأم القرى فيها اليهود وكانوا يعبدون الله فيها بطريقتهم طيب أنا لست عالمة في هذه المسألة تناقشت في هذه المسألة مع عدد من العلام من بينهم الدكتور عصام البشير نعم ما هو مفهوم هذا الحديث في ظل هذه الأدلة الواضحة بوجود نصارى وغيرهم في جزيرة العرب قال المفهوم هو عدم وجود سيادة سياسية لغير الإسلام في جزيرة العرب مسألة خلافية إذا العلماء استقروا على رأي آخر ما عندي مشكلة أغير رأيه ما عندي مشكلة ليست قضية منهجية فكرية أساسية لكني أنا فهمتها بهذا الفهم ومن باب التأكد سألت واحد من العلماء الكبار الدكتور عصام البشير عالم متمكن وسألت في هذه المسألة وهو بحثها ووصل إلى هذه النتيجة فعلى كل حال قضية صغيرة بالنسبة لي ليست قضية يعني ليست قضية باختصار شديد موقفك من الحراك في الداخل الكويتي نعم احنا في الكويت نعتز أن عندنا حكومة ونظام سياسي حر منفتح ومؤسسي وقائم على فصل السلطات ومحترم والقضاء نزيه والانتخابات نزيه أنا أقر بكل هذا الذي حدث في الكويت أن صدر مرسوم ضرورة في فترة تعطيل المجلس نعم وغير النظام الانتخابي اعتبره بعض العلماء المختصين في يعني القانون الدستوري أن هذا تعدي من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وهذا رأيي المعارضة هذه المسائل تحل بالتفاهم وتحل بالرجوع الدستوري المحكمة الدستورية مفروض تحكم في هذه المسألة بدل ما تصير انتخابات تمزق الناس خلينا نتوحد خلينا نتفاهم إذا المحكمة الدستورية قالت هذا مرسوم صحيح المفروض الكل يلتزم أنا ضد الحراكة الذي فيه أي عنف ضد التخريب ضد قطع الطرق أنا مع التعبير السلمي عن الرأي أنا مع التفاهم أنا مع التواصل بين الحكام والمحكومين بين المعارضة والحكومة لأنه يتهمي الدكتور طارق أنه هو هو الشخص الذي خلف كل هذا الأمور وأنه هو المحرض على المعارضة ضد الحكومة ضد الشيخ صباح هذا شرف يعني كما يقولون لا أدعيه يعني زي أنا كل هذه الأحزاب والهيئات والأفراد أنا اللي حركتم يعني أنا طبعا سمعت هذا الكلام ولم أرد عليه لتفاهته سامحني يعني العفو يعني كل هالأحزاب وكل هالشباب والحكومة واحد قاعد يلعب فيهم والله لو كنت بهذه الطريقة يعني داهية الزمان سأكون أحب أكد لك وأكد للجمهور وأكد للحكومة الكويتية أنا مع الحراك بأن من حق الناس أن تعترض على تداخل السلطات وأنا مع النظام بمعنى أن المحكمة الدستورية إذا حكمت يعني أي شيء يخالف النظام أي حراك يخالف النظام أن ضده أنا ضده أنا ضد العنف بس أبقى أقول شيء ولست وراء هذا الحراك إلا بالرأي لكني والله أنا اللي أطبخ لهم وحركهم يعني يعني معظم مكتي بره الكويت أصلا أنا أختم بسؤال عبدالله زرعوني اللي من الإمارات قال رأي الدكتور طارق سويدان في تجربة الإمارات في التقدم واتخاذ القرار بعدم رغبة الإمارات بالأحزاب والعمل على أساس البيت المتوحد أنت ممنوع من دخول الإمارات وهم لا يرغبون بالأخوان المسلمين على أراضيهم ولا يرغبون بالأحزاب ويتوجسون كحكومة من هذا الموضوع وأنتم دائما تزعجونهم بالتدخل في قضية المعتقلين تحديدا اللي في الإمارات يا سيد كريم أولا يعني والله من كل قلب أنا قلتها سابقا وأكررها وقلتها لأخي تركي الدخيل لما قابلني والله أنا أحب الإمارات والله ما عندي مسكلة لا مع شعبها ولا مع حكومتها ولا مع الشيوخها يعني والله ما عندي إشكال أنا إنسان عاشق للحرية وعاشق للنهضة أنا أحيي النهضة التي في الإمارات والتقدم والله شيء مشرف يعني التقدم الذي وصلت للإمارات في كثير من جوانب الحياة والله يشرفنا ومعزة لنا وفخر لنا واعتز به والله يعني قبل أن أمنع وبعد أن منعته حتى لما صار التوتر بيني بينهم ومع ذلك أقول أنا لست ضد شخص ولست ضد حكومة ولست ضد هيئة ولا حزب أنا إنسان مع المبادئ هناك أناس أخذوا وسجنوا بلا تهمة وبلا محاكمة أنا بالنسبة لي هذا أمر مرفوض سواء كانوا أخوان مسلمين ولا غير أخوان والله لو كان إنسان ما هو مسلم هذا مرفوض بالنسبة لي فأنا لما أهاجم هذه المسألة وأعترض عليها فيظن بعض الناس أني ضد الإمارات هذا وهم والله والله الذي لا إله والله يشهد علي الله عز وجل أنه أنا قلبي الحمد لله صافي تجاههم وكل الذي نطلب إذا عندكم شك في هؤلاء أنا أعرفهم شخصيا هؤلاء أشخاص راقيين ضد العنف وضد المؤامرات فلما تلفقتهم عليهم بهذه الطريقة أنا بالنسبة لهذا أمر مرفوض هم يعتبرون أنه المرفوض بالنسبة لهم تدخل في شؤونهم الداخلية أنا أشوف يعني اليوم ما في شيء اسمه عدم تدخل في شؤون الداخلية يعني الكل يتدخل اليوم في سوريا بما فيها الإمارات صح؟ ليش تدخل في شؤون الداخلية لسوريا انتهى هذه العقلية انتهت إذا في ظلم فيجب علينا رضا عز وجل يرسل يرسل المسلمين للحبشة يقول اذهبوا إليها فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد فنحن لما ننزعج من قضية وقضية على فكرة يعني قابلة للتفاهم يعني العافو قبلهم الحكومة العمانية صار لها مشكلة مع الإسلاميين دخلوهم بسجن وأخرجوهم واليوم العلاقة لطيفة وسامية شكرا أنا أتمنى أتمنى أن يعني الحساسية المفرطة هذه يخففوها وأن المساءل تتم بالعدل والقانون وبعدين عندي دعوة أحمل الآن كل هذا التوتر لأننا قاعدين نسمع عن بعض ليش ما نلتقي آه أنت توجه دعوة أنا أوجه دعوة أنك تلتقي عن من أي مسؤول من المسؤولين في الإمارات يسمعوا عني ويسمعوا نلتقي من أفضل شخص ممكن تقابله في الإمارات أي واحد أنا ما عندي حرج في اللقاء مع أي إنسان وكلهم أحترمهم وكلهم يعني لهم مكانتهم يعني ضحي خلفان ممكن تتقابله ما عندي مشكلة مع أي إنسان يعني العفو يعني الذي يظن أن يعني إحنا صار عندنا التوتر يعني سامحونا يعني إحنا والله والله إحنا أهل حقل والله يعني نحب أمتنا والله نحب بلادنا والله نحب أن يكون فيها سلام وأمان واطمئنان وعدل والله إذا كان في شيء يكدر أمن الإمارات والله إحنا ضده والله إحنا مستعدين لتعاون مع أي دولة سعودية لكويت الإمارات أي مكان نتعاون لإقرار العدل ومحاربة الجريمة ومحاربة الإرهاب والله مستعدين لتعاون على هذا شكرا لك يعني لماذا يسمعوا عننا خلونا نسمع من بعض وكذلك دعوة لسادة العلماء وأظنها دعوة منصفة ما يجوز أن يحكموا علي من جزء من كلامي ينقل لهم ولا يتصل في أحد ولا يناقشني أحد هذا أنفباء الإنصاف فهي دعوة للحكومات بالحوار ودعوة للعلماء بأن نسمع منهم ويسمعوا مننا شكرا لك وفي النهاية سنلتزم بقرار علمانا أيا كان شكرا لك دكتور طارق شكر موصول لكم أنتم وانقلوا عن الدكتور طارق سويدان أنه يقول عقيدتي سلفية على مذهب الإمام أحمد السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر استكمل نور الدين جهود والده عماد الدين زنكي في توحيد إمارات الشرق الإسلامي لمواجهة الصليبيين ولقيهم في معركة حارم العظيمة في العام 1164 ميلاديا التي اجتمعت فيها عدة ممالك صليبية بقيادة أمرائها وكان النصر حليف المسلمين ليبدأ التحول في مسيرة إخراج الصليبيين وفي هذه الأثناء دب الخلاف بين الوزراء الفاطميين في مصر وقام الوزير الفاطمي شاور بالاستعانة بنور الدين زنكي على الباقين ولم يتردد نور الدين في مساعدته لكي يضم مصر إلى سلطته ويحكم السيطرة على النصارى في فلسطين ولكن هذا الوزير الفاطمي ما فتئ أن خان جيش الشيركو مبعوث نور الدين واستعان بالنصارى ضدهم وقد انتهى الأمر بقتله على يد صلاح الدين الأيوبي الذي أنهى الدولة الفاطمية في مصر ووحدها مع الشام ضد الصليبيين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنا الآن اليوم في مدينة مهمة جدا سأتكلم معكم اليوم من مدينة سخنين وسأتأجول معكم أيضا في هذه المدينة هذه المدينة التي ارتبط اسمها تاريخيا كما هو معروف لدى الجميع ارتبط اسمها بيوم الأرض الخالد ارتبط اسمها قبل ذلك بأحداث عام 36 وقبل ذلك بثورة عام 19 و 21 فهي مدينة دائما كانت مصدر للقلق لدى سلطات الاحتلال التي تعاورت والتي تبدلت على تاريخ هذه المدينة سأتكلم اليوم ان شاء الله عز وجل عن جولات في سخنين سخنين مدينة ضاربة في عمق التاريخ يرجع تاريخها إلى زمن تحطم السلثاني إلى حوالي 3500 سنة عمر هذه المدينة لذلك ابنيته وازقتها تدل على تاريخ هذه المدينة اخر ما لدينا او اقدم ما لدينا من اسماء تدل على اسم هذه المدينة هو اسم من زمن الكنعانيين دل على انه تطور الى انغدا باسم سخنين دل عليها طبعا دخلها الفتح الاسلامي ومرت كما مر فيها كما مر كثير من المدن الفلسطينية لفترة الاحتلال الصليبي ثم تحرير على يد صلاح الدين الايوبي الا انها كانت مصدرا مهما جدا للمدد في زمن التحرير الصلاحي بعد ان سقطت عكا بالذات في عام بعد ان دخل الانجليز الى هذه المنطقة ما يميز مدينة سخنين عن كثير من المدن الفلسطينية ان مخاتير مدينة سخنين في الجملة على اختلاف عشائرهم على اختلاف انتماءاتهم كانوا مع الثوار الذين كانت يعني يعني يتصلون بمدد مع القيالة في بيت المقدس او في القدس وقت ذاك عادة عادة ما كان يمكن ان تستميل السلطات الاحتلال والانتداب البريطاني مخاتير اي قرية او مدينة اما مدينة سخنين فقد مثلت التحاما ما بين مخاتير المدينة وما بين الثوار بل اكثر من ذلك فان المخاتير قد جمعوا اموالا عن طريق الاهالي ثم حاولوا ان يشتروا مدفعا او رشاشا لقتال الانجليز عبر لبنان وقد استطاعوا ان يأتوا برشاش للقتال هنا في حرب عام 36 سقط شهداء عام 48 وانتقل مباشرة اقفز بكم الى 30 اذار من عام 1976 في ذلك العام قبل ذلك بقليل كان قد تقرر بناء مستوطنة هنا في الجليل وهي اليوم من المدن الكبرى في منطقة الجليل اسمها كرمئيل وتم مصادرة حوالي 5000 فدان من هذه المدينة على اثر ذلك قامت احداث يوم الارض قامت احداث يوم الارض الخالد فانا من مدينة يوم الارض الخالد من مدينة احداث عام 36 من مدينة شهداء هبة الاخصى من مدينة الظاهر عمر من مدينة الحبلة بكل هذا التاريخ الكبير من مدينة قرة القدم من مدينة اتحاد ابناء سخنين من مدينة الثورة والمدينة التي ولدت حقيقا رجال كثيرين سأكون معكم في جولتين كاملتين تامتين هذه الجولة ثم جولة اخرى فتعالوا بنا نكتشف هذه المدينة ترجمة نانسي قنقر أنا الآن أمام الكنيسة القديمة أو كنيسة جيرجيس مار جيرجيس هذه الكنيسة تقع في البلد القديمة بلدات سخنين القديمة وللتحديد في حي المسيحين أو في حي النصارى عندما نتكلم عن الشمال فلسطين عن منطقة الجليل في القرن التاسع عشر فنتكلم عن بناء كثير من الكنائس أحد أهم الأسباب طبعا التسامح الذي كان قد أظهرته الدولة العثمانية في تلك المرحلة كان قد أفرز مثل هذا الحضور المسيحي مرة أخرى في هذه البلاد بالإضافة إلى الاحتراب الداخلي الذي كان قد نشأ في لبنان فالطر كثيرون أن ينزحوا إلى منطقة جنوب لبنان وإلى الشمال فلسطين فأقيمت كثير من الكنائس هذه هي أحد الكنائس التي أقيمت ما يميز حقيقة العلاقة بين المسلمين وبين المسيحيين في كل البلاد عامة وفي سخريم بين هذه البلاد خاصة وأنها علاقة طيبة جدا أنا سأدخل وأتكلم مع الأب القائم عن الكنيسة ولكن من الأمور الخاصة جدا لهذه الكنيسة هي أن الخوري أو الأب القائم عن الكنيسة قد توارث الخورية أو الأبوية أو الكهانوتية في هذه الكنيسة أبا عن جد إلى ستة جدود وجميعهم مدفنون في مدخل الكنيسة الأيمن أي في مدخل الكنيسة الغربي عندما ندخل داخل الكنيسة سأدخل معكم ونتكلم في الداخل السلام عليكم عليكم السلام أهلاً دكتور رائد كيف الحال في أمورك أهلاً الحبيبية طيب أنا الآن سعيد أن أكون هنا مرة أخرى في داخل كنيسة مارجريس في مدينة سخنين وأنا ألتقي أبونا الإيكونوموس صالح خوري طبعاً الخوري لأنه الخورية والكهانوتية أبرع جد نعم تسلم حبيب نهد بهذا الموضوع نتكلم عليه نعم أنا بعتزه وبفتخر أني كاهن سخنين للروم الأرثوبكس وأنا الكاهن السادس من بيتنا أهلاً يعني كاهن ابن كاهن ابن كاهن ستة جميل الحمد لله وهي نعمة من نعم الله علينا أبونا لمسيحيين قد يكون معروف جداً قضية الهيكل والجهة الشرق ولكن لكثير من المشاهدين اللي شاهدون الآن ماذا يعني أنك أنا كيف لما دخلت الكنيسة نعم لما دخلت لك الكنيسة كنت أنت في المكان المقدس نعم إيش عني هذا الكنيسة كما ترى يا عزيزي مقسمي إلى قسمين قسم خاص للكاهن ويسمى الهيكل ويرمز في المسيحية إلى السماء لأن كلمة الله حينما يرددها الكاهن يرددها من داخل هذا الهيكل في الغالب طبعاً الهيكل يختلف عن الهيكل في الفكرة اليهودي طبعاً يختلف تماماً يختلف تماماً حتى نحدد المضامين حتى الدبيحة تغيرت إذن يختلف تماماً فهو يرمز إلى السماء وطبعاً صحن الكنيسة ويرمز إلى الأرض ويفصل بين السماء اللي هو الهيكل وصحن الكنيسة اللي هي الأرض هالجدار اللي أنت شايفه واللي هو جدار مميز وأخذ اسمه من هالأشياء الموجودة عليه من هالأيقونات الكثيرة المكثفة الموجودة عليه وأخذ اسمه الأيقونستاص من كلمة أيقونة الصورة المقدسة وهذا تميز به طبعاً كنيسة الشرقية عن كنيسة الغربية نعم نعم نحن نعتبر أن الأيقونة المقدسة هي سلمنا أو طريقنا الروحاني إلى السماء لذلك المؤمنين يكثرون من النظر إلى الأيقونات حتى ينتقلوا روحانياً وفكرياً إلى السماء أبونا عندي سؤالين قصيرات الأول تاريخ بناء الكنيسة زائد ناقص أنا ذكرت من في قرن التاسع عشر صحيح؟ نعم نعم من النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبالتحديد بين الالف وثمانمئة وستين للالف وثمانمئة وسبعين بعد الأحداث اللي صارت في لبنان الأحداث الطائفية في الالف وثمانمئة وستين والهجرة المسيحية إلى شمال فلسطين فازداد عدد المسيحيين هون وباشروا في بناء هذه الكنيسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر